موسيقى كوادر اليمن اليوم في ذكرى انطلاقتها يؤكدون المضيع على النهج الذي تأسست من أجله القناة حملة أتقالات حوثية وإخفاء قصر على خلفية تسريب معلومات للتحالف تجدد التحذيرات من كارثة بيئية بعد الكشف عن تسرب النفطي من ناقلة صافر موسيقى أهلا بكم إلى نشرة الثالثة والنصف من قناة اليمن اليوم عشرة أعوام من الأداء المهني ونقل الحقائق بموضوعية والتزام بأداب المهنة في نقل الحقائق وتناول القضايا المتعلقة بحياة وتطلعات اليمنيين وجعلها في سلم أولوياتها ليتمثل صوتا مواطن قولا وعملا بعيدا عن التحيز والمحسوبية من منطلق أن كل اليمنيين في أجندة وسياسة القناة سواسية فهي منذ تأسيسها تعمل وفقا لتوجيهات الزعيم المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح والسياسة التي أكد عليها ويمضي عليها القائمون على القناة لتكون اليمن اليوم منبرا لكل اليمنيين في الذكرى العاشرة لتأسيس قناة اليمن اليوم يرى مواطنون أن قناة اليمن اليوم باتت تمثل بنسبة لهم نافذة الحقيقة وصوت المواطن البسيط في نقل هموم الناس وتطلعاتهم بمصداقية واتزانة مهن قناة اليمن اليوم بذكرى تأسيسها وأقول كل عام وأنتم بخير ومزيدا من التقدم والنجاح للقناة طبعا نريد نتحدث عن قناة اليمن اليوم في كثير من المناسبات وكثير من الاحتفاليات قدمت العديد من البرامج والأنشطة الممتازة برقم الظروف وبرقم الأوضاع الأمنية والأوضاع الاجتماعية التي تعاني منها اليمن إلا أن قناة اليمن اليوم تعتبر من القناة المتميزة في كثير من البرامج والأنشطة أريد أن أتكلم عن دور اتحاد نساء اليمن وقناة اليمن اليوم الذي قدمت العديد من قصص النجاح عرضتها لاتحاد نساء اليمن وعديد من الأنشطة التي اهتمت فيها القناة وكانت من القنوات كما ذكرت المتميزة أتمنى أن تركز قناة اليمن اليوم على قصص النجاح وخاصة أبين بخصوص الذكرى 11 لقناة اليمن اليوم كإعلامي مطلع وهي قناة بالنسبة لكل اليمنين قناة تبث محتوى رائع جدا ونتمنى أيضا أن يكون لها تطلعات في المستقبل أكبر جميل أن تكون القناة قريبة من المواطن قريبة من المعاناة المعيشية التي يعانيها المواطن بكل مكان سواء في عدن أو في مناطق أخرى قراءة اليمنية تتناقش كثير من القضايا والهموم التي يعاني منها خصوصاً المجتمع الأبياني ولكن نتمنى أنه دائماً يركز على الوعي أنه التركيز على أهمية وعي الشباب وعي النساء وعي المجتمع بالكثير من مثلاً القرارات الهمومية القضايا المجتمعية الأشياء التي نحن فعلاً أبديت يعني لازم تكون فيها استحدثت كثيراً في المجتمع بحيث أنه إحنا ممكن نقدر ننقل أفكار وقضايا فعلاً على واقع الأرض نتمنى من قناة يمن اليوم أن تكتف جهودها في نقل أهموم معاناة النازعين وخاصة النازعين الذين يعيشوا في الأراء وفي المخيمات والعشش وأتمنى أن تنقل تركيز معنا إلى المنطمات الدولية وإلى جميع فعالي الخير لكي يتم مساعدتهم قناة اليمن اليوم بما تقوم به من متابعة الأحداث أولاً بأول والنشر الإعلامي الدقيق والصادق وشكري وشكر جزيل إلى الإدارة الموثلة لهذه القناة وأتمنى أن تكون كل القنوات بمصداقية وأمانة مثل هذه القناة قناة اليمن اليوم دائماً ما شاء الله عليها تهضر معنا بالفعاليات وتعمل لنا كل اللقاء وتعمل لنا وتعزز من دور الصحة كما أكد كوادر قناة اليمن اليوم بهذه المناسبة المضية على النهج الذي تأسست من أجله القناة لنقل الحقائق وتلمص هموم واحتياجات المواطنين لتظل عين المواطن واللسان حاله تجسيداً لتوجيهات الزعيم المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح بأن قناة اليمن اليوم قناة كل اليمنيين سعيد جداً أن تحل علينا الذكرى العاشرة لتأسيس أول قناة إخبارية قناة اليمن اليوم وهي مستمرة اليوم برغم المكايدات السياسية التي تريد إسكات هذا الصوت الرحمة والخلود لشهداء القناة من رحلوا عننا وتحية شكر وتغديل للزملاء الذين ما زالوا على أحدهم باقون في تقديم الرسالة الإعلامية ولا تهزهم أي التغيرات السياسية عشر سنوات كنا بقناة اليمن اليوم وكانت بنا نحن كصحفي عشر سنوات التزمنا الحياد والتزمنا كذلك المهانية عشر سنوات تم تأسيس هذه القناة لتقول لليمنيين أين اليمن اليوم كل عام والجميع بخير عشر سنوات مرت من الذكريات الجميلة ومن التحديات وقناة اليمن اليوم الفضائية تحلق في الفضاء بكل تحدي عشر سنوات مرت ونحن نناضل من أجل حرية الكلمة ننقل الحدث كما هو عشر سنوات مرت قدمت خلالها قناة اليمن اليوم شهداء وقدمت الكثير من التضحيات والتحديات في ذكرى تأسيس نهنى الجماهير اليمنية بتأسيس قناة اليمن اليوم وأيضا العاملين فيها هذه القناة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع واليمني وأيضا القناة التي تتبنى نقل وجهات نظر الجماهير اليمنية بمختلف انتماءاتهم وبمختلف أيضا الشرائح القناة اليمنية الإخبارية الوحيدة وهذه هي بشهادة أيضا الجمهور اليمني المتابع للقناة ليس بشهادتنا كعاملين التي تعتبر الرقم الأول بين القناة الإخبارية أهنى جميع الزملاء والزميلات وكوادر وطاقم قناة اليمن اليوم على مرور عشر سنوات من العمل التأوب عشر سنوات من العضاء من النجاح كل الحب وكل الود لكامل طاقم قناة اليمن اليوم ومزيدا من النجاح كل التوفيق والمحبة نبارك ونهنى لكادر قناة اليمن اليوم على ناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقة القناة عشرة أعوام من العمل الإعلامي المتميز عشرة عوام من العمل تحت الظروف القاهرة عشرة عوام من نقل حقيقة لكل اليمنين وفعلا أثبتت قناة اليمن اليوم أنها قناة كل يمنين ها هي قناة اليمن اليوم تطفئ شمعتها العشرة وتضيع شمعتها الحادية العشرة في سماء الإعلام اليمني حيث أصرت هذه القناة منذ أول وهلة لتأسيسها على يد الشهيد الزعيم علي عبدالله الصالح أن تكون لسان حال الجمهور اليمني في حله وترحاله قناة اليمن اليوم منبر وطني يمني حقيقي جاءت في لحظة تاريخية فارقة في التاريخ السياسي اليمني لمجاهبة كل صور التضليل والتدليس السياسي وكان لي الشرف بأن أكون عضوا في فريق هذا القناة الذي يعمل على مجابهة كل صور التضليل والتدليس من خلال التصحيح ومن خلال توجيه الوعي باتجاهات تعزز قيم الوطنية والوحدة والديمقراطية والنهج اليمني الطبيعي الحقيقي عبر التاريخ كانت القناة طيلة السنوات الباضية منبرا ومنصة مهمة للتعبير عن معاناة المواطنين وإيصال أصواتهم ولقد تفاعلت القناة مع كل الأحداث التي شهدتها البلاد بكل مهنية وبكل حرفية عالية كل سنة وكل منتسب اليمن اليوم بألف خير من إداريين وأيضا موظفين في مختلف الأقسام ونحن نطفئ الشمع العاشرة لإطلاق القناة إن شاء الله ستكون وسيكون العقد القادم واعدا بالمزيد من العطاء والتقدم والريادة لهذه القناة كما أرادها الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح المؤسس بأن تكون منبرا حرا لكل اليمنيين وتلامس همومهم وتطلعاتهم وبمناسبة انطلاق قناة اليمن اليوم يستذكر الموظفون مناقب زملائهم الذين غيبهم الموت وهم يؤدون رسالتهم الإعلامية على أكمل وجهة مؤكدين أنهم سيعملون بالوتيرة ذاتها وبالقدر نفسه من التفاني والإخلاص العمل في اليمن اليوم ليس مجرد وظيفة تؤدى في قناة إخبارية بل مسيرة بذل وعطاء وإن لزم الأمر تضحية وفداء كيف لا؟ وقد جعل الموظفون مصلحة اليمن واليمنيين نصب أعينهم متمثلين الخطوط العريضة التي رسمها المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح بأن تكون القناة منبرا حرا لكل اليمنيين وتلامس همومهم وتطلعاتهم وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم أشكر العاملين في قناة اليمن اليوم مذيعين ومخرجين ومراسلين وأصحاب البرامج أن أداءهم جيد وأتمنى أن تستمر قناة اليمن بعداءها وزخمها كما بدأت إلى اليوم وأن تتوخى المهنية والمستقيم وهي قناة لكل اليمنيين واليمنيات وفي سبيل إيصال الرسالة الإعلامية السامية المعززة قيم السلام والمحبة والوئام على حساب الأبواق المسعرة للحرب والانقسام ارتقى عدد من الزملاء شهداء وهم يؤدون أعمالهم بكل تفان وإخلاص صوت القناة الذي هندسه مدير الصوت السابق في قناة اليمن اليوم الأستاذ محمد السكري لم يخفت رغم الرصاصات الغادرة التي أزهقت روحه وظلت القناة متوهجة وبحلة بهية رغم الغياب القسري لفن الإضاءة عادل عبد الرقيب وكذا الدكتور ناجل همزل مدير الفني الأسبق الزميلة نهل الجبلي تركت بصماتها الواضحة من خلال عملها في قسم المنتاج قبل أن يصدم طاقم القناة بخبر وفاتها المفاجئ في أحد مشاف العاصمة الصنعاء محمد شمسان المذيع في إذاعة يمن FM والمراسل الإخباري في اليمن اليوم فاضت روحه إلى بارئها وهو في الميدان ينقل معاناة الناس جراء الحرب المستعرة في البلاد حيث تسببت الضربات الجوية على حي عطان في 20 إبريل من العام 2015 بوفاته رفقة زملائه منير عقلان وحزام علي محمد زيد وأمين أحمد يحيا مسؤول الشؤون المالية إثر الدمار الهائل الذي طال مقر القناة الزميل عمر عبد العزيز الحميري موظف الرصد الإذاعي وتلفزيوني في الصرح الإعلام الحر وفاه الأجل منتصف العام 2016 قبل أن يفجع طاقم القناة بالرحيل المفاجئ للمذيع نبراس عامر في العاصمة المصرية القاهرة إثر مرض عضال ألم بها في ذروة تفشي فيروس كورونا ما مثل خسارة إضافية للقناة التضحيات الجسام من كوادر وأعضاء اليمن اليوم لم تكن إلا حافزا لإيصال الرسالة الإعلامية كاملة دون جتزاء رسالة تحضر فيها مصلحة اليمن الأرض والإنسان في المقام الأول وفوق كل اعتبار وكما كانت عشر سنوات حافلة بالتغطية الإعلامية المتميزة يؤكد منتسب اليمن اليوم بأن العقد الجديد سيحمل المزيد من البذل والعطاء لإيصال الرسالة الإعلامية ونقل معاناة وهموم المواطن وتطلعاته من خلال نقل الأحداث والحقائق من أرض الواقع كما حدثت تواصلت معارك عنيفة بين القوات الحكومية مصنوذة برجال القبائل وبين ميليشيا الحوثي في عدد من جبهة قتالية بمحيط محافظة مأرب مصادر عسكرية نفضت أن معارك عنيفة بين الطرفين دارت في جبهات البلق الشرقي والأعيب ودي ذنع وروضة جهم جنوبا وتزامنت المعارك مع أخرى عنيفة إثرات سلولات تاشلة للميليشيا الحوثية في الجبهة الغربية من المحافظة تركزت في جبهتي الكسارة والمجحة بمدرية سرواحة في غضون ذلك شنت مقاتلات تحالف غارات تصادفت مواقع وأليات حوثية في عديد من الجبهات البتالية جنوبا وغربي وشمال محافظة تكبدت خلالها الميليشيا خسائر بشرية ومادية في تعز قتلت ميليشيا الحوثي طفلا شمالي المدينة وقالت مصادر محلية إن قناصة ميليشيا الحوثي الإرهابية استادفت الطفل هزاع سلطان أثناء عودته من مدرسته في منطقة عصيفرة ولفتت إلى أن الطفل سلطان استشهد على الفور يشار إلى أن مئات المدنيين بينهم أطفال والنساء سقطوا قتل وجرح بنيران قناصة الميليشيا في أحياء ومناطق متفرقة من محافظة التعز منذ اندلاع الحرق وفي لحجة ضبطت قوات الحزام الأمني في قطاع يافع حاوية محملة بأنواع مختلفة من قطع الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وقال مصدر أمني أن نقطة الحزام الأمني في معسكر جبل العر تمكنت خلال عملية تفتيش روتينية من ضبط حاوية على متن شاحنة تحوي طائرات مسيرة وأضافتنا شحن المهربة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي وذلك عبر طريق يافع البيضاء شنت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالة العشرات من منتصبي جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرتها بالإضافة إلى الاستخبارات العسكرية بعد الكشف عن طورط قيادات في حزب الله الإرهابي في اليمن ارتباك كبير في أوساط الميليشيا الحوثية بعد عرض فيديو من قبل التحالف العربي وأكدوا تلقيها الأوامر من حزب الله اللبناني وأن الحوثيين وحزب الله تنظيمان يقعا ضمن ما يعرف بمحور تقوده إيران تسريبات دفع الميليشيات الحوثية لتنفيذ حملة اعتقالات ومداهمات على مستوى الحراسات والأمن والمقربين والمحسوبين على المكونات القيادية الحوثية إجراءات متزامنة على مستوى المكونات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وسلطات التنفيذية في صنعاء بما فيها حركة تغييرات واسعة في الحراسات والطواقم المساعدة والسكرتارية وحتى أماكن الإقامة وسائل التواصل والاتصالات وتزايدت حدة الاتهامات والشكوك باختراقات عميقة لحساب التحالف خصوصا بعد الوصول إلى غرفة عمليات ومخابة ومخازن واجتماعات وتحركات على درجة عالية من السرية والحساسية وكانت عرضة للاستهداف بضربات جوية حملة اعتقالات وساعة طالت العشرات من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الخاضرة سيطرة الميليشيا الحوثية بالإضافة إلى الضابط وصف ضابط يعملون في الاستخبارات العسكرية التي تسيطر عليها الميليشيا ويترأسها أبو علي الحاكم تزامنت حملة الاعتقالات مع أعلان ناطق التحالف الكشفة عن تورط قيادات في حزب الله بقيادة المعارك ومساعدة الميليشيا على زراعة المفخخات والطائرات المسيرة في اليمن لتنفيذ عمليات إرهابية داخل اليمن وخارجها قال النجل ما يسمى بصفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو أن قائد فيلق القدس الإيراني الصريع قاسم سليماني قال لأبيه بأنه سيقتل في اليمن كشف حقاياك مهمة للرأي العام اليمني حول مقتل الصريع حسن إيرلو ودوره الخبيث في اليمن إذ كشف نجل سفير إيران لدى الميليشيات الحوثية علي إيرلو عن بعض أهداف والده في اليمن مؤكداً معرفته المسبقة بمقتله وفق نبوءة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقال إيرلو الإبن في برنامج تلفزيوني أن والده اعتبر فعاله في اليمن مقدمة لظهور الإمام المهدي وفق ما نقلته وكالة إيران إنتر نشنال وأضف نجل إيرلو أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني توقع في اجتماع عالي قبل مغادرة إيرلو إلى اليمن بأنه سيقتل هناك الأسبوع الماضي أعلنت إيران وفاة سفيرها لدى الميليشيات الحوثية حسن إيرلو بعد مغادرة اليمن بسبب مضاعفات إصابة بفيروس كورونا فيما ترجح مصادر متعددة مصرعه بغارة لمقاتلات التحالف العربي ونفى المتحدث باسم قوات التحالف دعمة شرعية في اليمن العميد تركي المالكي التصريحات المسيئة لوزير الخارجي الإيراني حول تباطئ قوات التحالف في نقل سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو وأكد أن هذه التصريحات عارية من الصحة وقال المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تنقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات موسيئة لوزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان لموقف التحالف الإنساني والمتعلق بإخلاء المدعو حسن إيرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن مؤكدا أن التحالف سهل نقل إيرلو لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة من عمان والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية عاد خزان صافر العائم إلى الوجهة من جديد بعد أنباء عن تسرب نفطي يهدد خطوط الملاحة في البحر الأحمر وينظر بكارثة بيئية إذا لم يتم تلافي المشكلة وسرعة معاينة الناقلة الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر ناقص خضر جديد يدقه مسؤول محلي بمحافظة الحديدة عن حدوث تسريب في أنبوب ممتد لناقلة النفط صافر المتهالكة في البحر الأحمر والتي تعثر صيانتها أو تفريغها خلال السنوات الماضية رغم التحذيرات الدولية من كارثة قد تحدث في حال حدوث تسرب نفطي من السفينة الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر جميع التحذيرات لم تلقى أي آذان صاغية لسرعة تلافي الكارثة ومجلس الأمن فشل في تنفيذ جميع قراراته بشأن معالجة التسرب النفطي منذ العام 2015 فميليشيا الحوثي تمنع أي فريق فني من الوصول إلى الناقلة المتهالكة وصيانتها بل تستخدم السفينة وفق مصالحها الضيقة والتي قد تنتهي بكارثة بيئية كبيرة يشار إلى أن ناقلة النفط صافر البالغة من العمر 45 عاما لا تزال ترسل قبالة الساحل الغربي لليمن منذ العام 2015 وتقع على بعد تسعة كيلومترات من ميناء الحديدة الخاضع لصيدرة ميليشيا الحوثية وتبلغ حمولتها حوالي مليون برميل من النفط الخام بات يشكل خضرا كبيرا وكارثة بيئية تهدد البحر الأحمر ولا تزال ميليشيا الحوثي تتلاعب بعامل الوقت بقصد الضغط على المجتمع الدولي وتتعنت في عدم الالتزام بالمعايير والقواعد القانونية المتفق عليها بين الدول لسلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات وحماية البيئة البحرية من التلوث بل تجعل من صافر ورقة ابتزاز ومساومة حسب مصالحها خضر يتطلب من الأمم المتحدة التحرك السريع قبل أن يستيقظ العالم يوما على سواحل البحر الأحمر لليمن ودول الجوار في المنطقة وصافر تغوس في بقعة سوداء من النفط الخام حال التسرب أو على بحر من حمام النار تلتهم الحياة البحرية بكل تنوعها المنقضع النظير بشعبها المرجانية وبيئتها المتناغمة الأصنافي والألوان ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار السابق للبيئة في الأمم المتحدة الدكتور علي العمودي دكتور علي أنباء عن تسرب نفطي جديد من الناقلة صافر كيف تقيم ذلك على البيئة نساكم الله بالخير الحقيقة يشبثني طبعا العودة من خلال قناتكم بإجلاء بخبرتي في هذا المجال أريد أقول أنه موضوع صافر قديم حديث موضوع حقيقة قملة موقوطة كما ذكرنا من أول ومن خلال قناتكم أول من أشعرنا العالم بخطورة صافر قناتها لأنها قملة موقوطة بالفعل ولو حسن لا قدر الله وأنفجرت أو أنشطرت أو تم تتريب النفط الخام فتكون أكبر كارثة في العالم أكبر من كارثة أكسلن بردي الشركة أكسلن العالمية الأمريكية عندما حصل تلوث في شمال أمريكا وعصد تسرب بما يقدر بـ 850 ألف طن من البرميل من النفط الخام نعم بينما هذه تحمل مليون وأربعمائة برميل نفط خام التي هي صافر نعم دكتور ذكرت أن هذه السفينة مع الأسف تنذر بكارثة بيئية ضخمة هل تعتقد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيكتفيان فقط بالتنديل والدعوات دون أي مواقف حازمة وإلى متى سيضل هذا الوضع والله الحقيقة مثل ما ذكرت مثل ما ذكرت بالفعل أن الأمم المتحدة ناشدناها من خلال وسائل العلم كلها وبما فيها قناتكم الفاضلة ناشدنا عبر ندوات عبر كل السبل بأن الأمم المتحدة يجب أن تكون ليس بس عنصر ضغط ولكن اتخاذ قرار فعلي وتحركت في فترة من فترات العام الماضي 2020 تحركت نجنة فنية للوصول عندما حصل التسرب الأول تحركت وبقت في جبوتي والحوتي مثل ما ذكرتم أنه يلعب ورقة افتزاز سفينة السافر بالنسبة له افتزاز سياسي بالدرجة الأولى نعم الدكتور علي العمودي نعم الدكتور علي العمودي المستشعر السابق للبيئة في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة السريعة نشرة اليمن اليوم مستمرة وتتبعون بعد الفاصل الصحة العالمية تؤكد أنها أنهت جائحة كورونا أو إنهاء جائحة كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم نتعامل مع الأحداث بحياد وتجرب محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم أبالي صوت وطني يتلمس قضايا الوطن وهموم المواطن لقناة اليمن اليوم رسام بكري الحديدة نتحدث ظروف ونواجه السعابة عبد العالم تحلان لقناة اليمن اليوم مأرب نكابد المشاق لنصل إليكم بالخبر اليقين زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوه نتابع الأحداث ونأتي بالخبر اليقين بدقة ومصداقية عبدالهادي فرحات لقناة اليمن اليوم فلسطيني المحتلة نسعى لأن نكون لسان المواطن ننقل معاناة النازحين والأسر الأشد فقرا نسعى لإبراز إبداعات الشباب ودور المجتمع المحلي في التنمية معين ردمان لقناة اليمن اليوم لحظة نستطلع المعالم الآثرية ونقوص في أسرارها العريقة شرف الشمر محافظة الحديدة نتلمس هموم المواطن ونسعى لنقل الحقيقة حيث ما كانت فادي بقاش لقناة اليمن اليوم عدن عجرة عوام من نقل الحقائق كما هي من مسرح الحدث لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من خطوط التماس ننقل معاناة وتطلعات المواطن وهمومه بحيادية وتجرز لقناة اليمن اليوم عواد المجيدي محافظة البيضاء نبحث عن الحقيقة في كل مكان لنكون مصدر الخبر وعين المشاهد عواد الوهباني اليمن اليوم في عدن دع وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح إلى العمل على هيكلة القطاع الصحي وفقا للنمط الحديث لرعاية الصحية الأولية وأشار بحيبح في كلمة له في ختاب فعالية اللقاء السنوي لبرامج الصحة والتغذية إلى ضرورة استغلال بناء قدرات الرعاية الصحية داعيا المشاركين في اللقاء إلى تبني مخرجات وتوصيات تساعد الوزارة في أعداد استراتيجيتها على المدى الطويل في تبني تجهيزة المرافق الصحية ما دون المستشفيات ورفضها بالكادر البشري الفعال وفي أخبار كورونا أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بالفيروس في ثلاث محافظات وقالت في حسابها على تويتر أن إصابة واحدة سجلت في كل من شابوة ومأرب وحضر موت وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مأرب في حين سجلت خمس حالات شفاء منها ثلاثة في عدن وواحدة في حضر موت وبذلك يرتفع إجمالية الحالات المؤكدة إلى عشرة ألاف ومئة وثمانية عشر منها ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين حالة وفاة وسبعة ألاف وعشر حالات تعافن وعالميا يقترب المصابون بالفيروس تأجي من حاجز مائتين واثنين وثمانين مليون شخص في وقت يواصل متحور أوميكرون تفشيه في مختلف دول العالم وذكرت أخر لحصائيات عدد المصابين بكوفيد ناينتين تعدى مائتين وواحد وثمانين مليون وتسعمائة وتسع وخمسين ألف شخص فيما تجاوزت الوفيات خمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف وبلغ من تم شفاءهم نحو مائتين وواحد وخمسين مليون وثلاثمائة وتسع وتسعين ألف شخص من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم سبعين بالمئة من سكان العالم داعية لضرورة وضع حد لقومية اللقاحات وأضف مدير الملظم أن إنهاء الجائحة يتطلب أن تحقق جميع الدول من خلال العمل المشترك حتى أواصل العام 2022 الهدف العالمي المتمثلي في تطعيم سبعين بالمئة من سكان العالم ولفت إلا أنه من المهم أن تواصل الحكومات الاعتماد الممنهج في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية بما في ذلك إجراء الفحوصات والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من التعرض لأي اتهامات وأوضح أنه تم حقن أكثر من ثمانية مليارات ونصف مليار جرعة من اللقاحات ترجمة نانسي قنقر نشرة اليمن اليوم مستمرة وتتبعونا بعد الفاصل الحكومة تؤكد تعهدات سعودية بشأن وديع جديدة وتحسن العملة بنسبة 40% أشكر العاملين في قناة اليمن اليوم مذيعين ومخرجين ومراسلين أحب البرامج أن أداءهم جيد وأتمنى أن تستمر قناة اليمن بأداءها وزخمها كما بدأت إلى اليوم صحيح محسوبة على المؤتمر الشعبي العام والذي توقف مع وحدة اليمن وأمن واستقرار اليمن ليس مع المثيرين النعرات الطائفية والمناطقية والكبلية والمذابية هي ضد كل هذه الخزعبلات ثورة السادس والعشرين مستبر الخالد القضط على كل هذه الخرافات ومن يريد أن يعيد هذه الخرافات غير مقبول الثورة ستستمر حتى النصر وأن تتوخى المهنية والمستقر وحياة جناة لكل اليمنيين واليمنيان انعكست استعادة الريال اليمني لعافيته أمام العملات الأجنبية في ظل حراك دولي لاحتواء الأزمة على انخفاض أسعار المشتقات النفطية وأيضا السرع الغذائية بعد أن استعاد الريال اليمني عافيته بشكل متسارع وصلت العملات الأجنبية تراجعها أمامه على التوالي بظل حراك حكومي وجولي لاحتواء أزمة الاقتصاد وانهيار العملة الوطنية ليحقق بذلك الريال مكاسب جديدة في سوق الصرفة عاكسا انفراقة اقتصادية ومؤشر إيقابي للتخبيف من معاناة المواطنين بالصراحة المواطن تعب كثير بالفترة الأخيرة هذه تعب كثير بسبب الأسعار وبسبب المستقات النفطية وبسبب يعني ما كانش يعني قد يتحمل لقضي يقراله من الحرب ومن قلال الأسعار وكذا ونتمنى من القهات المختصة أن تهتم بهذا الموضوع وأن تتبت هذا الموضوع خاصة مع التقار ومع البنوك بحيث أن العملات الأقنبية تبقي متوفرة بالسوق نحب أن نعبر عن فرحة المجتمع بشكل عام في مختلف محافظات الوطن في هذا الانخفاض مما أدى إلى انفراق الأزمة الاقتصادية التي كانت تؤرق حياة المواطنيين وتتسبب بمعاناة شديدة لوصولهم للمواد الغدائية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني الذي وصل في محافظاتها القنوبية بشكل عام التعافي التديقي للعملة الوطنية أمام العملات الأقنبية يفترض أن ينعكس على أسعار السلع والخدمات الضرورية إلا أن ذلك لم يتحقق لدى معظم التقار الذين لم يقدموا على أي تخفيض يذكر في السلع الغذائية بالرغم من صدور عدد من التوقيهات الرسمية التي تقضي بخفض الأسعار ومع ذلك يؤكد المواطنون أنهم لم يلمسوا أي جديد بخصوص انخفاض الأسعار المدغطية عدد مرتفعة زايد وفي ناس زي التقار القملة عددهم ماسكين زايد على اللازم وإن شاء الله تكون الدولة والمحافظ بإذن الله أنه يعمل لها عدد عزد من هذا الكلام التلاعب المستمر بأسعار السلع الغذائية من قبل معظم التقار وعدم تعاملهم الإيجابي مع تعافي العملة الوطنية والانتزام بأسعار السلع وفق سعر الصرف قعل المواطنون يشعرون بالخيبة فيه ناس نزلت الأسعار وناس ما نزلت تقيت شوف تقيت قل له ليش وقل لك يا أخي أنا عدد أنا بابش عدد أنا شلت بالقديم أسعار يعني خيالية لعدد لا العدد وما نزل وشوف يناس ما شاء الله تمام يخاف الله ونزل الأسعار وأمورهم سابرة ونحن بالضرنين المشتقات النفطية كان لها انعكاساتها الإيجابية على المواطنين قرار تعافي العملة حيث سعى الشركة النفطة اليمنية إلى إقراء تعديلات على أسعار الوقود لذلك الزر الحكومة قرارا قضى بإلغاء التعويم واستعادة سيطرتها على سوق المشتقات النفطية طبعا قرار رئيس الوزراء الذي أصدر يوم الخميس تقريبا هو سوف يعيد نشاط شركة النفط وسيؤدي إلى استقرار سعر المشتقات بسبب المضاربات التي كانت تحدث بسبب التجار التي كانت متواجدين ويحاولوا ينافسوا الشركة ويدخلوا في مسار عملها طبعا كان سعر الدبل بيترو تقريبا وصل إلى 18 ألف ونتيجة تحسن في سعر صرف العملة نقص إلى 13 ألف سوتمية في باغ الأيام إن شاء الله لو استمر التحسن هذا في العملة وانخفاض سعر الوقود عالميا سيؤدي إلى انخفاض في الأيام القادمة إن شاء الله والله لازم نقص أسعار البترول لأن الأسعار هذه غالية جدا ولا يتحملها المواطن بالأخير نتمنى من الدولة أن نتنقص لنا الأسعار وخاصة في حضر موث لأن يقولوا أن البترول قدو بـ 4 ألف خطوات إيقابية يتطلب استمراريتها إجراءات اقتصادية ورقابية لحفاظ على العملة وأسعار السلاع كهذه الحملة التي نفذتها مكتب الصناعة والتجارة وبالتعاون مع السلطة المحلية الخاصة بإلزام التجارة بالأسعار المقرة وإغلاق بعض المحلات المخالفة وهما يأمله المواطنون من إبقاء هذه الحملة الرقابية بصورة مستمرة لما يعكس تحسن أوضاع المواطنين وحصولهم على خدماتهم الضرورية بأسعار معقولة وفي الملف الاقتصادي رئيس الوزراء يكشف عن وجود نقاشات مع الجانب السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة جديدة مرتقبة وتخفيضات جديدة لأسعار المشتقات النفطية في حضر موت وشبوى كل هذه الأخبار في الملف الاقتصادي جولتنا الاقتصادية تتركز على الشأن المحلية حيث كشف رئيس الوزراء عن وجود تفاهمات ونقاشات قائمة مع المسؤولين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول وديعة جديدة مرتقبة وآليات الحوكمة المعددة الإدارة وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن يأتي هذا في وقت نقالة الحكومة جملة من قرارات الهدفة لتعزيز رقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع وتخفيضها بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الذي وصل إلى أكثر من 40% ووجه رئيس الوزراء بعدم التهون مع المتلعبين بالأسعار ومكافحة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين ومحاسبة الفاسدين أكد محافظ لحج على أهمية تفعيل مجال الإرادي المالي للأوعية الضريبية للدولة والتهيئة المثلة لتنفيذ خطة مكتب مصلحة الضرائب الجديدة الخاصة بالعام المقبل وأقر اجتماع برئاسة المحافظة الحاسرة الشامل لكل الشركات والمصانع والمولات والمحال التجارية وتوريد ضرائب الدولة الفعلية وتسليمها إلى فرع البنك المركزي سجلت أسعار مشتقات النفطين خفاظا كبيرا في محافظة حضرماوت تماشى مع تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمنية حيث أقل شركة النفط بالمحافظة بأسعار لتر الواحد مادة الديزل بمائتين وخمسة ريالات ليصبح سعر الدبة العشن لتران بأربعة آلاف ومئة ريال أقل شركة النفط اليمنية بمحافظة شبوة تسعيرة جديدة للوقود في جميع محاطات مديرية عتاقة وحددت الشركة سعر اللتر الواحد من مادتي البترول والديزل بستمائة ريال وسعر الدبة العشن لتران باثني عشر ألف ريال وأخيرا تشهد مختلف مديريات عدن أزمة خانقة في مادة الغاز بعد امتناع مالكي المحاطات عن البيع وإغلاق محاطاتهم وقالت مصادر محلية أن الأزمة دخلت يوم الثالث على التوالي دون مراعاة المعاناة المواطنين واحتياج من مادة الغاز سواء في الاستخدام المنزلي أو بتوفيرها المالكي مركبات النقل ويمتنع مالك محاطات الغاز عن البيع بعد قرار شركة الغاز بتخفيذ التسعير بما يتوافق مع تعافي العملة الوطنية وهو ما لم يقبل بالمستثمرون في بيع الغاز بعد مشاركة الحكمين اليمنيين الدوليين أمين الردمان ومساعد حكم أول فهد عبد الرحمن تعرض للمضايقة أثناء رحلة العودة إلى الوطن والمحفوظة بالمتاعب فلم توفر لهم لجنة التحكيم في الاتحاد العام اليمني لكرة القدم أي اهتمام للسفر عبر الطيران حكم اليمن الدولي المتواجد معنا في هذا اللقاء من اليمن توجه الحكمان اليمنيين الدوليين أمين الردمان وفهد عبد الرحمن إلى السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين وكان لهما شرف تمثيل التحكيم اليمنية في البطول التي انتهت بتتوجي المنتخب اليمني للناشئين بضلا بكأس غرب آسيا في النسخة الثامنة الحكم أمين الردمان تولى تحكيم أكثر من مباراة كحاكم ساحة فيما عمل فهد عبد الرحمن مساعد أول ويعدان من أفضل الحكام اليمنيين إلا أن لجنة التحكيم في الاتحاد العام لكرة القدم لم تقم بدورها تجاههم وفق محللين الرياضيين فبعد انتهاء مهمتهم التحكيمية في بطولة غرب آسيا للناشئين كانت رحلة العودة لهما إلى أرض الوطن محفوفة بالمخاطر وعلق ما بين المنفذ وشروره وتم منعهما من العودة بسبب التصاريح وبدلا من العودة على الطيران مكرمين جراء ما قدموه من مشاركة تحكيمية نالت رضا الجميع تحملوا أعباء السفر والعودة برا لأيام طوال الحكمان الدوليين أمير ردمان وفات عبد الرحمن لم يرافق المنتخب في جولته المكوكية ولم يعود على الطيران ما يثبت أن الاتحاد اليمني العام لكرة القدم لم يطلع بدوره في الاهتمام بهذه الكوادر الوطنية ولم يقم حتى بدفع تكاليف سفرهما عبر الطيران بل اكتفى بالحج لهما عبر باصة النقل البرية المعاناة التي تعرض لها الحكمان اليمنيان الدوليين في رحلة التحكيب الأخيرة نموذج يكشف حجم التدهور الذي تتعرض له الرياضة في اليمن وكوادرها الوطنية وكان فوز المنتخب الوطني للناشئين الفرحة الوحيدة في تاريخ اليمن التي أعادت لليمنيين الأمل أن هناك كوادر الرياضية ستجعل اليمن في الجانب الرياضي تاريخا مشرفا فهل سيقوم الاتحاد العام لكرة القدم بدوره في الاهتمام بهذه المواهب؟ ختم النشرة تذكير بالعلم كوادر اليمن اليوم في ذكرى انطلاقتي يؤكدون المضي على النهج الذي تأسست من أجله القناة حملة اعتقالات حوثية وإخفاء قصر على خلفية تسريب معلومات للتحالف تجدد تحذيرات من كارثة بيئية بعد الكشف عن تسرب النفطي من ناقلة صافر شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر